قوتي الفيديو ده تندامي ندم عمرك عايز اقول لك هو ده سفاح الدهون هو ده اللي هيزلك السموم والدهون من معدتك ومن بطنك واسفل البطن بأسرع مما تتصوري واسرع مما تتخيلي وكمان هيعالج لجرسومة المعدة هينضف لك القولون وهيشيل اي سموم من المعدة ومن البطن بفظيع بيشيل كتل دهون رهيبة اوعي فوتك لو فاتك انت بحرة بقى هتخساري معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهار ده جايبالكم بقى اسرع واحلى واقوح وصفة وطريقة انا بصوا عملتها في قناتي سيبك من اي وصفات او اي حاجة جربتيها وتعليلي هنا بقى علشان دي اقوى حاجة ملياش اي اثار جانبية بتنزل الدهون والسموم من المعدة بشكل رهيب رهيب يا بنات بتزلك اي سموم واي دهون حتى لو دهون مخزنة اسفل البطن بتشلهالك نهائيا كمان بتعليجلي جرسومة المعدة واي التهابات في القولون او اي مشاكل في القولون ابنى ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعالي الجرس شاني وصل لكل جديد لايك للفيديو فضلا مولايسة امرا حبيبة امري اول حاجة بالله عليك نسيش اللايك فضلا مولايسة امرا ربنا يبارك لي فيك يا رب وكمان عايزكي تركزي معايا علشان طريقة استخدام الوصفة مهمة اوي وكمان في حاجة هقولها لكم كده اخر الفيديو هتفيدك جدا هتساعد على ان الوصفة تجيب معاكي نتيجة وكمان هتعمل على ان ان انت مش هيبع عندي الكرشة اصلا دي حاجة انا بعملها الحمد لله انا خست جدا ومعادش في بطن خالص عندي بس انا بعمل حاجة كده بشكل يومي مش بتخلي يظهر لي اي بطن خالص اول حاجة طبعا الاساسي معايا وهو اللمون الناس اللي عندها مشاكل في التهاب المعدة اللي عندها التهاب في المعدة او مريدة ارتجاع مريق هتبدأ انها تقشر اللمونة بتاعتي وهتاخد الكشور اللمون فقط بدون الحمد نفسه هتديك نفس النتيجة وفي نفس الوقت مش هتتعبلك معدتك ولا هتحسسك بأي حرقين الناس اللي ما عندهاش بقى اي حاجة يعني ما عندهاش لا ارتجاع مريق ولا التهاب معده هتبدأ ان احنا نية تستفاد بقى باللمونة كاملة الحمد بتحها بالكشور برضو فهنبدأ ان احنا نقطحها بالشكل ده عايز اقول لكم ان الوصفة دي بتاع يعني الوصفة دي مش بس هتخصص بطنك دي هتعالج لك مشاكل كتير جدا في معدتك فهتبدأ ان انت تقطعيها بالشكل ده كده وهتبدأي تاخدي اللمونة كاملة لو عندك لمون كبير حطي اللمونة اللي هو الكبير اللي اكبر من ده يعني هتحطي نص اللمونة هتبدأي تقطعيها كده واخدي برضو البزر بتاعها واخدي كل حاجة فيها بالشكل ده كده تمام؟ هتبدأي حبيبة قلبي طبعا المكون الاساسي او السحري اللي معايا لسه هقولك عليه وده الاساسي في تنزيل دهون العنيدة ومكون احنا بنرميه ومنعرفش القيمة والقامة بتاعته تاني مكون معايا وهو القطع من الزنجبيل الفرش انا مش عايزك تجيبي زنجبيل بودر عشان بيكون حامي قوي على المعدة اه برضو نفس اللي هقوله على الكلام التاني الناس اللي عندها ارتجاع في المريه او عندها لتهاف في المعدة هتبدأ تاخد كشور الزنجبيل يعني هتقشر الزنجبيل كده وهتبدأي تاخدي القشر بتاعه وهتبدأي تحطيه بديل من الزنجبيل نفسه عشان ما يحصل لكيش اي حرقين تمام؟ هنبدأ ان احنا طبعا لو انت ما عندكيش برضو ارتجاع في المعدة او ارتجاع في المريه هنبدأ ان احنا نستفاد من الزنجبيل بالقشور لان قشر الزنجبيل من الحاجات الحلوة جدا اه لحرق دهون وخاصة دهون البطل قطعنا الزنجبيل بتاعي مع اللمون بالشكل ده تمام؟ هنبدأ بقى حبيبو تقلبي اقول لكم على المكون السحري بتاعي ده المكون الرهيب اللي فيه فوايد لا تعد ولا تحصى اه من الحاجات اللي علجتلي مشاكل المعدة من الحاجات اللي خسست بطني جدا انا جربته عشان كده بجد انا يعني عايز اقول لكم منبهرة به وهو كشور الرمان كشور الرمان من الحاجات اللي انا مش قادرة اقول لكم كمان انا كنت عاملة عاملة طريقة قبل كده من كشور الرمان كحبيبات بالعسل كانت تحفة وكانت عمها حلو جدا ومتخسس قوي لو انتوا عايزين اعملها لكم تاني باكتبولي في الكومنتات هتجيبي كشور الرمان طبعا عشان احنا مش في موسم الرمان دلوقتي فهتجيبي مجفف وهتبدأي تحطي قطعتين كبار بس كده من قشر الرمان كقطع وممكن لو انت عندك القشر الرمان بودرة ممكن تحطي معلقة مص كبيرة من قشر الرمان وهتبدأي ان انت انا عايز اقول لك ان التركيبة اللي احنا بنعملها دي هي اللي هتنحط البطن نحت هتبدأي تجيبي عود واحد بس من الارفة او الدارسين لو انت عندك ارفة يعني بودرة هتخطي معلقة تمام هتبدأي تكسريها كده وهتبدأي ان انت تحطيها عندك في البرطمون البرطمون ده بيكفي لتر واحد من المياه تمام سواء جبتي برطمون سواء جبتي شفشق زي ما انت عايزة تمام بعد كده حبيبة قلبي هنبدأ نجيب كام ورقة كده من اوراق الغار طبعا دي كلها مكونات من بيتك مش هتكلفك حاجة كلها مفيدة للمعدة كلها اه اه لوحديها حرق كامل للدهول حطينا المكونات بتاعتي في البرطمون بتاعي بالشكل ده هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بمية تكون مغلية وهنملى البرطمون بتاعي بعد كده هتنزلي زي ما قلتلك بمية تكون مغلية بس انا اسفة ملحوظة جامدة جدا المية يا بنات ما تكونش مغلية وننزل على طول عشان فواد الاعشاب خاصة اللمون ما تفسدش معاكي انت هتنزلي بالمية المغلية بعد ما تغلي في الكتل او هتغليها في البرط بتاعيك وبعديها هتستني يعني اغلي المية وهتستني حوالي خمس دقايق تهدأ بعد كده هتنزلي على الاعشاب بتاعتك علشان ما تفقديش الفوايد بتاعتها زي ما قلتلكم اقولها لكم تاني اي اعشاب بنغليها او بننزل عليها بمية مغلية مباشرة بنقتل 80% من الفوايد بتاعتها عملنا المشروب الحارج ده اللي اول ما هتشربه مش هتكملي حاجة وهتلاقي نفسك بتدخلي الحمام اكتر من مرة والدنيا عندك هتتزبط جدا نركز بقى مع بعض عشان طريقة استخدامه حبيبة قلبي اول حاجة الليتر ده هنشربه على مدار اليوم كامل تمام مرة الصبح مرة بالليل ومرة في النهار هنبدأ ان احنا نقسم اولا المشروب ده بيتشرب دافي ما بيتشرفش سائع خالص تمام المعلومة بقى اللي انا هقولك عليها اللي انا مشيت عليها هقولك عليها بعد ما نخلص طريقة اول حاجة المشروب ده هنشرب كوب اول ما نسح من النوم قبل ما نفتر بنص ساعة هنيجي في نص النهار هنشرب كوب هنيجي بالليل هنشرب كوب تمام بس هم حاجة قبل الوجبات تمام؟ هتدومي عليه يعني 3-4 ايام بالكتير قوي في الخلال الـ 3-4 ايام دول هتلاقي الدنيا عندك بتنزل بشكل رهيب طب يا مية أنا بقى عايزة حاجة تزود معايا مفعول الوصفة دي أكتر عشان عايزة المفعول يكون أقوى بكتير هقولك على طريقتين حلوين قوي وده تدومي عليهم حتى بعد ما البطن تنزل أول حاجة حبيبة قلبي المية ثم المية ثم المية ثم المية المية أهم حاجة المية هي أساس الحرق هي أساس تدويب الدهون أنا عايزة يما يقل الشرب ومية في اليوم 3 لتر يوميا 3 لتر يوميا مية دي حاجة تاني حاجة الحركة وقلة السكريات امنعي سكريات في الفترة اللي انت تستخدمي فيها الوصفة ويفضل انك تمنعيها بالتدريج لحد ما تبطليها خالص لإن هي أكتر حاجة بتزود دهون البطن يارب أكون قدرت أقفتكم أشوفكم على خير المهم إن أنا عايزة كمان أقول لكم ملحوظة مهمة قوي كمان حاجة كمان في بنات قالوا لي يا ماي احنا عايزين حاجة لشد ترهولات البطن أو حاجة علشان تنزل تشد الترهولات والجلد حبيبة قلبي أنا قلتها مئة مرة زيت واحد بس هتجيبيه من الصيدلية أو من عند العطار هيريحك من كله وصفات شد الترهولات وهو زيت لبان الضقر زيت لبان الضقر هتدفيه مع شوية زيت زتون وتعملي بمساج على أي حتة مترهلة حتى الصدر باللايك أشوفكم على خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر